موسيقى لأنه هنا يعني شوف الكارثة فقط هذا المستشارين الإعلاميين اللي دايرين بالرئيس اللي يجيبهم من كانوا ما عندهمش قيمة في وسائل الإعلام ما عندهمش يعطي لهم كانوا يخدموا عند علي فوضيل الله يرحموا يعطي لهم يكتبوا مقالات ويبهدلهم صبحوا مستشارين إعلاميين الاستشارة الإعلامية رهوية مش فقط أنك صحفي تصبح مستشار في الرئاسة تحتاج إلى واحد مارس الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والعلاقات العامة والإدارة وأيضا مارس دوره كمستشار إعلامي وكون ودرس في المهد الإعلام وكذا وكذا أشياء كثيرة تتوفر فيه أما واحد كان يقدم عرفه تبون كان يروح عند الشروق يقعد ثم نهار كامل تعرف عليه اده معه في الحمل الانتخابي وبعد حطه في منصب مستشار إعلامي ها هي الفضايح والكويرث اللي قاعدين يديروا فيها لو كانوا نتبون عنده مستشارين إعلاميين حقيقيين مستواهم يعني في المستوى المطلوب لكانوا أشاروا عليه أن الحوار يسجل بعد خطاب الملك مش معناها أني ننتظر الملك وش يقول أنت عندك أزمة مع المغرب إذن من الضروري أنك عندما تخرج تخرج في حوار تكون عندك الدراية به وش قال حتى تكون على بينا لأنه عدم الحديث عن المغرب يفسر أمرين ما تقول ليش أنت جاهل أنه أنت أصلا داير أزمة مع المغرب المغرب من حقه يتجاهل لأنه ما دارش معك حتى مشكل ما دارش لم يعاملك بالمثل أما أنت أنت داير قاطع العلاقات وقاطع الأجواء ويومياً تحرض في البوليزاري وتستهدف مواقع مغربية وكذا وكذا والعسكر المغربي يعني أنت جيد تقول لي المغرب دار أعمال عادائية وأنت وش قاعد تدير أنت تعطي في سواريخ تقتل العسكر المغربي تحت مسمى أنه المغرب يحتل الصحراء الغربية يا راك يا راك داير كارثة كالمعلى بريج يعني سبحان الله العظيم وهذه الكارثة اللي دايرها المغرب راو شوف فيها أرضه راو شوف فيها أرضه وتستهدفن جيشه بسلاح جزائري أعتقد بأنه ما فيش عمل عادائي أكثر من أنك تعطي سلاح الجهة تحارب به جهة أخرى وبعد ذلك تريد من تلك الجهة أنك أنت ترميها بالبرود وتحوص سيطع تيك الورود هذه ما هوش منطق وهذه لا توجد حتى في عاقل أي إنسان ولا يمكن أن يتحملها أي واحد وأي واحد ملاحظ من بعيد رايح يقول ما أقوله مش فقط واحد محلل مستقل لا حتى الدول والحكومات والأنظمة اللي تتابع هذا الشأن رايح تقول نفس الكلام وتنظر نفس النظرة إلى هذا الشأن إذن أنه غيب الحديث في حوار عن أزمة مع المغرب راهي في ظل أزمة متصاعدة القمة العربية قادمة المغرب مد يد الحوار كل هذه الأشياء راهي كارثة بمعنى الكلمة وهذه تدور حول نقطة أساسية هو اختيار الوقت غير مناسب من الذي خل تبوني سارع يجري هذا الحوار وش صراع قادر يخلي ثلثيامه يخلي ثلثيامه يسجله حتى يسجله بعد ثلثيامه ليس مستعجب كي الناس تقول بأنه عندما تجري حوار تلفزيوني ظل شيء ما راح يحتي أجلوه يقول لك ننتظره الاجتماع الفلاني وش يضابق عليه هذا يدور ما يدورش إعلاميا هذا يدور لدى المستشارين يقول لك لا كاي الملك نحن عندنا أزمة مع المغرب عندنا مشكلة مع المغرب الملك المغرب يرح يدير خطاب نصبره سيد الرئيس حتى يفوت الخطاب ونسمعه قادر يقول شيء ضد الجزائر قادر يتهجم عليه يكون قادر هو وجه رسالة إلى الرئاسة يظهر بعدها حوار ما كانش حديث عنه إما أنك الجزائر عادت تتهرب من هذا الموضوع تبون معادش يتكلم على هذا الموضوع لأنه لا يعنيه ومع طولوس الأوامر يقول أو أنه قال أشياء لم تعجب وزارة الدفاع قالوا له نحوها هذا هو التفسير لكن لما يكون الرئيس صاحب قرار ما يتهرب حتى من سؤال يستضيفه ويقول له ما كانش طابهات أسأل وأنا أدرك يقين أنه هذا الصحفي نفسه رغم تحفظاتي على الأسئلة والطريقة والشيطة اللي يظهر بها ولكن سبق وأن حاور التبون كان في وضع أفضل في قناة البلاد هذا هو الواقع هذا هو الواقع بمعنى الكلمة إذ يلك غياب الحديث عن المغرب راه مسيء للجزائر إما تتهرب مش تقول لي يا راني نحتقرها عندك عمار بلاني ينوذ الصباح بتصريح يرقد بتصريح عن المغرب وهو في منصب رسمي ما تجي تقول لي بأنه الرئيس جاهل لا الرئيس لم يتحدث عن المغرب إما أنه قال أشياء لم تعجب صنع القرار الحقيقيين والفعليين المختفين في الدهاليس شالوها أو أنه تهجم وبعد ذلك رأوا غير مناسب أن يأتي هذا الكلام ما بعد اليد الممدودة من طرف الملك المغرب سيكون محرج لهم أو أنه أعطوا له أوامر أنه تبون ما تهدرش هذا شأن لا يعنيك ما يتكلمش خلاص في الشأن أنت عن المغرب قبل عدة مرات يلوح كلام ما معليش فوتناه ولكن هذه المرة الأزمة بلغت مستوى آخر ما عنده ما دخله وهذه هي الحقيقة الحقيقة أنه إدارة الأزمة مع المغرب راهي تدار من طرف العسكر ولا علاقة لها بالرئاسة ولا يأتمرون بالرئاسة ولا أي شيء حتى كي يجري حوار الحوار يسجل تروح نسخة منه إلى العسكر يشوفوه يقولوا نحي هذه نحي هذه هذه الحقيقة وهذه معلومة أنه كل حوار يجريه تبون يراقب من طرف جهة أمنية تابعة لوزارة الدفاع وهذه جهة عندها علاقة بالإعلام يتابعوه وينحه وش يحبه ويقوله ولا تبون يوما شاف الحوار انتاعه قبل ما يبث ما شافوش أصلا ولا ربما حتى في تلفزيون ما يتابعوش لأنه لو تابعو حوارات تبون لو كان يشوف حواراته والكوارث اللي يدير فيها روى أول حاجة يرجع نفسه وثاني حاجة أكل محيط انتاعه وكل يطرده الإعلام راه فن راه علم يجمع ما بين الفن والعلم والاستشارة راه اختصاص أن تكون مستشار إعلامي يجب أن تحيط بأشياء كثيرة مش فقط في مجال الإعلام مجال التاريخ ومجال الجغرافيا مجال السياسي ومجال استراتيجي ولا شؤون الأمنية وشؤون الأسكرية تكون لديك دراية حتى تمارس دورك الإعلامي متابع جيد لما يجري كل يوم رايح تنوض الصباح على بالك الأحداث اللي كائنة اليوم انت نوضت أيها المستشار الإعلامي يوم السبت رايح على بالك يوم السبت هذا ثلاثين جويليا هو يوم وطني في المغرب هو عيد العرش لدى المغاربة الملك سيخرج بخطاب إذن اليوم راح يكون اهتمام بالشأن المغربي لذلك عندما تجي وتبرمج حوا صباح يوم عيد العرش المغربي وما تهدرش فيه على المغرب وما تردش فيه على الملك اللي قال كلام محرج للنظام محرج أخلاقيا للنظام محرج سياسيا للنظام محرج دبلوماسيا للنظام وضع النظام الجزائري في دائرة ضيقة زاد شدد الخناق على رقبة النظام فيما يخص القمة العربي وكان من الممكن أن تكون متنفس ليه لو كان عديهم موقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر